تونس بمشاركة 14 لعيب منهم اتنين حراس مرمى بيستعدوا كمان بعد طبعا يعني الخسارة والانسحاب امام ليبيا بيستعدوا مباراة تونس اللي ان شاء الله هتتلاعب يوم الجمعة في الجولة التانية بعد طبعا احتساب الاتحاد الافريق ومنتخب مصر منسحب فيه مباراة الاولى امام المنتخب الليبي لعدم اجتمال العدد حسب الليحة زي ما حضراتكم ويمكن تابعتونا هنا في البيت الكبير ان كان معاهم 14 لعيب وكان لازم يكون متواجد 15 لعيب على الاقل لاخد مباراة ليبيا والنهاردة اللي كان بيقود التدريبات طبعا احنا عارفين الف سلام على الكابتن ربيع ياسين لسه عنده مسحة ايجابية فيروس كورونا الكابتن عبدالسطار صبري المدرب العام قام بالنهاردة التدريبات الخاصة لمنتخبنا في زل طبعا غياب الكابتن ربيع ياسين ونتمناله اكيد الشفاء وخلينا الكابتن ربيع ياسين يمكن كمان راح المستشفى الاتمينان وعمل اشعاعات اللازمة وعايز اقول لكم كمان ان كابتن ربيع كان يمكن من 3 ايام بيقول انه هيرجع مصر لكن كابتن ربيع اكد مبارح انه متواجد مع الفرقة حتى لو بعيد عنهم على المستوى الاتباعد الاجتماعي لكن هو موجود معهم بروح وانه عنده كل امل ان شاء الله باذن الله رغم صعوبة المشوار لكن عنده كل امل في لعبته اللي ظهرت بشكل اكتر من رائع من خلال بعض تصرحتهم واسرارهم ان هم عايزين يكملوا البطولة وكمان ان شاء الله زي سهمة هتقول يمكن الخبر في اتنين لعبها ان شاء الله حيسافروا بكرة وحتكون باذن الله القايمة مكتملة امام المنتخب التونسي وخلينا نقول بغض النظر حتى عن النتيجة الامور صعبة جدا لكن منتخب الشباب والولاد دون كل الاحترام لهم وكل التأدير لهم على التضحية الكبيرة وان شاء الله نتمنى باذن الله ان العدد يكتمل امام المنتخب التونسي وفي اعتقادي ان شاء الله ممكن جدا يحققوا مفاجأة كبيرة يا رب ان شاء الله وممكن اللي بيحصل دوت فعلا يخليهم يعني يسروا اكتر يكون عندهم اسرار اكبر انه هم يحققوا نتيجة ايجابية يمكن لو ما حصلش اللي احنا فيه دا دلوقتي والموقف اللي غير مفهوم والغير واضح اللي احنا يعني فيه دلوقتي كان ممكن يعني خلاص دورة شمال افراقيا يعني النهاردة التفكير لأ هم انبارح العربي بادري انبارحوا بيتكلم حلم بالنسبة لهم يا سهام بقال بكده ويعني ومستخسر التلات سنين وبقيت الشباب لأ حاجة طبعا توجعهم وحاجة توجعنا وده اسم مصر في النهاية انا بس عايز اقول لكابتن ربيع ياسين الف سلام عليك الف سلام عليك ربنا يطمن عليك لان دي يعني ايجابية المسحة للمرة التانية فهو النهاردة في المستشفى بس ان شاء الله يا رب يقوم بالسلامة احنا طبعا بنتطمن عليه وعلى حالته الصحية من خلال ابنه ده من بيطمننا فان شاء الله يقوم ويقف تاني على رجله ويحقق النتيجة اللي هو بيحلم بيها من زمان قوي من زمان قوي طبعا زي ما كابتن هاني كان بيتكلم ال 14 اللي اتدربوا النهاردة لو راحوا مباراة تونس يوم الجمعة فبيتم عليهم تطبيق اللايحة يعني الكاف مش هيوافق لانه اقل من العدد المحدد يمكن علشان كده فيه 2 من اللعيبة زي ما قولنا المقيدين النهاردة في القيمة هيسفروا بكرة لتونس علشان يشاركوا في التدريبات معاهم بكرة وبكده بيكتمل عدد منتخب الشباب بحسب اللايحة عشان طبعا بنستعد للتونس واللعيبة هما احمد حسام لعب الجونة مصطفى سعد لعب سيراميكا يوصلوا بكرة ان شاء الله ويشاركوا في التدريبات الاخيرة قبل مواجهة تونس يوم الجمعة اللي جاية للتحدي الافريقي عايزة اقول لكم عمل برضو مسحة لعيبة منتخب مصر كلهم النهاردة ودي المسحة اللي بتكون قبل المباراة منتظرين نتيجتها ان شاء الله ان شاء الله تكون سلبية وبينضم طبعا المزيد من اللعيبة للمنتخب مش الستاشر اللي هيكونوا موجودين فقط وده برضو شيء كويس وتحرك لازم نشير الي علشان يعني هو طبعا الامور صعبة جدا لكن الاسرار باذن الله وان شاء الله وصول الاتنين اللعيبة اللي هيسافروا بكرة ان شاء الله الاتنين دول لعيبة عملوا مسحة في القاهرة والحمد لله المسحة كانت سلبية اللي دي كمان ان اتحاد القرى اتفق مع مسؤول الكاف ان المسحة اللي عملوها في القاهرة هي نهائية ومش هتتعامل مسحة للولاد دول مسحة جديدة عشان ما تكونش فيه اي عرقيل ونقدر نكمل القايمة بشكل كبير جدا ان شاء الله هنلعب المباراة يوم الجمعة امام المنتخب التونسي يكون العدد كامل ويكون ان شاء الله اللعيبة كمان عندها انا عارف اللعيبة عندها نوع كبير جدا من الاسرار عندها نوع كبير جدا من التحدي الظروف اللي مروا بيها ظروف صعبة جدا كل دوت خلي بالكوا دايما اللعيب المصري لما بتحتي تحت ضغط والظروف بيطير عنده روح الانتماء اكتر وروح التحدي اكتر والولاد اللي شايفينهم دول مع الكابتن ربيع اللي اشتغلوا ثلاث سنين شايفين الكابتن كمان ربيع بعيد عنهم شوية ربنا يا رب ان شاء الله يزيع عنه هذا المرض فده كمان بيديهم ان شاء الله يعني دفع قوية جدا امام المنتخب التونسي وخلينا اقول هنا من البيت الكبير كل التحية لهؤلاء الشباب كل الناس يعني بنوصل قلوبنا معاكم بإذن الله وان شاء الله تحققوا نتيجة ايجابية امام منتخب تونس وكمان توصلوا بإذن الله في النهاية لأمم أفراقية بإذن الله بإذن الله يا رب ان شاء الله على خير هنروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل مع عدراكم باي أخبار شكرا للمشاهدة